بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 155 الحمد لله وحده على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم عما تيسر من بيان أحكام النكاح امتدادا للحلقات السابقة ونتحدث في حلقتنا هذه إن شاء الله عن أحكام الصداق تعريفه حكمه دليله مقداره الحكمة في مشروعيته أما تعريفه فالصداق مأخوذ من الصدق لأنه يشعر برابة الزوج في الزوجة وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده أما حكمه فهو واجب ودليله الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولفعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخل النكاح من صداق وقال إلتمس ولو خاتما من حديد وأجمع أهم العلم على مشروعيته أما مقداره فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا وإن قل أو كثر إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن يكون في حدود أربعمائة ذرهم وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك فأما إن كان عاجزا عن ذلك كله بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة انتهى كلامه وخلاصته أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهات والإسراف ولم تثق الكاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ولم تشغل ذمته بالدين وهذه ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة ويتبين من خلالها أن ما وصل إليه الناس اليوم في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت عقبة صعبة المرتقى في طريق الزواج إن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهظة والحفلات والولائم المستملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين أو غيرهما لا شك أن كل ذلك من الآصار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء بركة أيسره النمأونة رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوا عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتين عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي وأبو داود ومنه نعلم أيها المستمع الكريم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها وما كلفته من المؤونة ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة كما في حديث عائشة فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج فاتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا من هذا الواقع المرير ولا تتبعوا سبل المسرفين والمبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج وتستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد وذلك لقطع النزاع ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة فدلت الآية الكريمة على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد وأما نوعية الصداق فكما تقدم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إيجارة أو قيمة لشيء جاز أن يكون صداقا سواء كان من عين أو دين أو معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق حسب الظروف والأحوال تيسيرا للزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات وفق الله الجميع لطريق الرشاد والسداد الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه